السلام عليكم بنات كديري لبس عليكم بخير تحشتكم بزفزفزف عواشر مبروكة ان شاء الله يدخل عليكم هذا العيد بالصحة والسلامة جيت باش نبرتجي معاكم واحد الحلوة اللي درتها لننا باش تديع معها للطاليان وحطيتها في الانستغرام وبالزفد اللي بنات قالوا لي شاركها معنا هي حلوة أرخص ما يكون أسهل ما يكون ولكن تجي بنينا وديال دوازاتها إذا ما تكون عندكم العام كامل ومن ناحية اليوتيوب يقولي يا لبنات غبرتي علينا صراحة غبرت لانه من اللي كتشوف ما كينش تشجيع كتقول يا إيم ما كينش خلال في شي بلاسة يعني حاولت انني كنحاول ندير مونتاج زوين كنحاول انني ندير وصفات كندخل عيوم اللمسة ديالي كنحاول انني نجيب الجديد ولكن ما كتكونش عندي مشاهدة وكنتقول كينا شي حاجة ما عرف شنا هي كنتمنا انكم تقولي في التعليق اشنا هي الحاجة السلبية في القناة ديالي باش نقدر انني انا نبدلها ونزيد القدام لانه بعيدا على الفلوس ما كنهضر زع ما غادت تقولو زع ما على الارباح ولا معددتها قالوا كان اليوتيوب ما كيخلش غايبقى فيها الحال بنفس الطريقة نقول علاش زع ما الفيديوهات ديالي ما تتشافوش واش ما تعيشوش الناس او واش نبدل الستيل يعني بغيتكم تكونوا صريحين معايا وتخلووا لي المسجات ديالكم وغيرا نقراهم واحد بواحد باش نحاول نتطور من القناة ديالي وقبل ما ندوز الوصان نطلبكم واحدة طلابة هادي شهرين ما اضطت حتى شي فيديو راكم عارفين يوتيوب لا تضطيش الفيديو كي يعني بحال ذاك الروبو كي بده انسانا ما كرتش انكم نعود نحيو كاملين هذه القناة ديالي وان شاء الله ذا بغدي ندوزو لحلوة ديال ننا هي حلوة بسيطة سهلة بعجينة وحدة كندير في اجوز ديال الماداقات كدير غزالة زعمة ديال العم كامل ورخيصة وبدوزو دابا المقادير المعداقات بالنسبة المقادير يرتبط على مغدر تعاطي المقادير سوف نقسم هذه المقادير نستخدم الجوج ونصف سوف نسمى الفاني ونصف سوف نسمى القهوة المهم سوف نحتاج البيضاء سوف نحتاج نصف كاس العنبة سكر سنيدة نصف كاس العنبة الزيت ونحتاج نصف ربعة الزبدة بدرجة حرارة المطبخ 150 جرام نشا ودقيق حسب الخريط سوف نجمع هذه المكوينة سوف نزيد الدقيق حتى نحصل على عجينة سوف نكمل باقي المقادر نصف خمارة حمراء نصف فاني و معلقة القهوة بالنسبة للفاني سوف نعودها بصشية او لما لا تريد فاني سوف نضيف حمضة او للمونة المهم سوف نسمى هذه العجينة لكي تتميز ماداق القهوة ثم مختلفة والأخرى لكم اختيار هذا سوف ندخل طريقة نضيف زبدة ونضيف الزيت نضيف السندة نحن نخدم الزبدة و نخلطها مع الزبدة نحن نخدم الزبدة نعمل هذه المقادر تحت الطلب من الانستغرام يجب أن نعطينا مقادر صغيرة لا تقسم هذه المقادر على جوج الزبدة نحن نجل المقادر نحن نقوم بقعد مقادر و نعطيه نجل مقادر و سيفيضا و سيفيضا و سيفير و سيفيضا و سيفيضا و سيفيضا و سيفيضا وضفت عليهم هذه الخمارة سوف نجمع العجينة حتى نحصل على واحد العجينة كما تشاهدون في الفيديو سوف نقسم العجينة نقسمها على جوج لكي نضيف فاني و القهوة سوف نضيف فاني السائلة لأنها تكون مجهدة و المضاق سوف نحصل على جوج فاني السائلة سوف نقوم بعمل فاني السائلة سوف نقوم بعمل بعد أن نعجينها نقوم بعمل و نجعلها كثير و ندرز الكرة نقوم بعمل هذه الكيميات و نقوم بعمل و نضيفها و نضيفها على العجينة نقوم بعمل و من المضاق القرنفل نستخدم قهوة و يمكن أن تستخدم القهوة و نقوم بعمل من المضاق القرنفل و تقوم بعمل ما هنالك المهم ان نجمع هذه العجينة و نجعلها ترتاح و نزل الكوار نضيف الكوارات لا تقوم بكوارات كبيرة لأنها تنفخ كبيرة نضيف الكوارات البنات نضيف الكوارات لأن المهمدة نضيف الكوارات كبيرة لنضيف الكوارات بالتأكيد من بعد مسالة التكوار سوف اضغطي هدف قليل الفراغات تفاديا الى تنفخات فى لا تلاسق لكم وكيف لا ترونه فرش فى مهلا فى هذه يمكن تضغط لها ودخلتها للفرن السخون من قبل 180 درجة سوف يمكنكم الحلوة على شكل كويرات مع قنع تنضير في الطبيعة وذلك الشيء سوف نميز بيناتهم بالشكلات البيض والشكلات الكحل الحلوة جدا وطابط سوف نقول لكم واخدت تشقق لكم ما يهمكم شو الحال لأنه إنفو كانت تديرو فيها على الشكلات رغم ما يبقاش يبقى لا تشقق لا تشقق بالنسبة للحلوة الفاني سوف نقوم بها على الشكلات البيض والكوك سوف نسميها بشوية الفاني حتى الشكلات كان نسميه باش يجيها المضاق الفاني باين في الحلوة ومن طبيعة الحال كان ندوب الشكلات في حمام مريم ومن بعد دوست الحلوة في الشكلات البيض ونقوم بها فوق واحد الفرشة باش نحاول نحييض هذه البقايا باش ميجيش كتير ومن بعد دوستها في الكوك اللي دوسته في الفران غير شوية سهطوا باش يجي شي شوية مقرمل وإلا بغيتوا قاعد طحنوا باش يجيكم بحراء بالنسبة للحلوة اللي نسمتها بالقهوة حتى الشكلات ديالها كان نسميه بالقهوة اللي كنضيفه مباشرة هكذا فوق الشكلات اللي يدوب لان احتها هي غادي تدوب مع ذاك الشكلات باش تعطينا المضاق اكتر الشكلات ديالها وداب هو القهوة من بعد كنضيف عليه شوية دياللوز هنا كيف ما تلاحظوا عن دياللوز كونكاسي اللي حمرتوا في الفران باش يجي مقرمش ممكن استعملوا كوكا ولا البستاش ولا اي حاجة بغيت انتم تستعملوها لكم الغتياء سوف نضيفوا مباشرة فوق فوق الشكلات اللي يدوب ونخلطهم مع بعضياتهم سافي كيف ما قلت نخلطوا هذه الليوز مع الشكلات حتى يتجانسوا مزيان غير لما ضق دياللوز مع الشكلات يجي غزالة البنات بوحده بلا حلوة ناخدوا واحد شبيكة نضيفوا منها تبصيل سافي ونضيفوا هذه الشكلات مع الليوز فوق الحلوة مزيان و بالخاطر سافي ونضعوه تسقطر فوق هذه الشبيكة وهذه هي الحلوة ديالنا بسيطة جدا ولكن تجي غزالة غزالة بزاف وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ممكن تحتفظوا بها في الثلاجة كانت تبقى غزالة وزوينة كانت تمنى ان الوصفة تكون عجبتكم وتبرتجيوها معي ونحمق عليكم وكانت هذه الوصفة ديال اليوم كانت تمنى ان هاد الحلوة تعجبكم عارفة انها حلوة بسيطة ولكن تجي غزالة غزالة كانت تمنى انكم تجربوها وتشاركوها معي في الانستغرام اللي غنخلي لكم صندوق الوصف شكرا لكم بزاف ومتلقوا ان شاء الله في فيديو جديدة موسيقى البلاد او era